السلام عليكم سأقدم لكم اليوم المحادرة الثامنة والعشرين والأخيرة من محادرات التوبيك الامتحان الأول وسألخص لكم الآن ماذا سندرس في هذه المحادرة في البداية سندرس في الاستماع في تيكي سندرس الفكرة الرئيسية من النص خاصة للرجل والمرأة مثلا وثانيا سنتعلم كيف نذهب إلى مكان معين مثلا ممكن أن نقول لن أذهب إلى أي مكان لا أذهب إلى أي مكان أو لن أذهب إلى أي مكان وثالثا سنتعلم مصطلح من الجيد أن ليس من الجيد أن أو من الجيد أن هذا بالنسبة للإستماع أو بالنسبة للقراءة فسندرس اليوم في القراءة أولا كيف نختار الفكرة الرئيسية من النص وثانيا سنتعلم صيغة مثلا وثالثا سنتعلم ما الفرق بين وثالثا سنتعلم صيغة النفي درسناها طبعا سابقا ولكن سندرسها مرة أخرى اليوم بسرعة وآخيرا سندرس مصطلح من المخططة أن الكلية من المخططة أن إذن هذا ما سندرسه في محادرة اليوم يلند إذن معا 22번 저는 가족들하고 여행 가려고 해요 여행 가면 더 피곤해요 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 분해요 ننتقل إلى قواعد هذا السؤال القاعدة الأولى القاعدة الأولى درسناها كثيرا وهي لصيغة المستقبل س أو سوف اثنان أمودهدو أن فلس فعل لن أفعل أو لن أذهب إلى أي مكان لن إلى أي مكان لن أذهب إلى أي مكان والقاعدة الثالثة تيمن فقط عندما والقاعدة الأخيرة ننججوا فعل هذا الشيء جيد أو مثلا الأكل جيد أو النوم جيد هكذا القواعد أو الكلمات عفوا أنا مذكورة في هذا السؤال 휴가 إجازة كنيان فقط شيدا يستريح خاص خطة تعبان يخطط يضع خطة مع كلمة كويك نستخدم كويك سودا كويك السودا يضع خطة ننتقل إلى الأمثلة سأذهب إلى بيت صديقي غدا سا إثنان أين ستذهب في الإجازة لن أذهب إلى أي مكان فقط أريد أن أستريح كلما كان مزاجي ليس جيدا ألعب الرياضة كيبني أن تولتين تشنقران ياجيها ننجي جوايا من الجيد أن تتحدث مع صديقك عندما يكون مزاجك سيء أو ليس جيد وبالعودة إلى السؤال يجب أن نختار الإجابة السؤال الجملة عفوا التي تدل على الفكرة الرئيسية من كلام المرأة يوجاية تومشيم سنقك رأي المرأة المهم أو الرئيسي تفسير سؤال مرة أخرى سوميشي 이번 휴가 때 뭐 할 거예요 ماذا ستفعلين في هذه الإجازة 아무 데도 안 가고 집에 있을 거예요 لن أذهب إلى أي مكان واسا أبقى في البايت 그냥 쉬고 싶어요 فقط أريد أن أستريح 휴가인데 تكبران 계획이 없어요 إجازة ليس عندك في هذه الإجازة أي خطة خطة خاصة 저는 가족들하고 여행 가려고 해요 أنو أنا أذهب في رحلة مع أسرة أو سافر إذا ذهبت في رحلة أو إذا سافرت سأصبح أكثر تعبا سأكون متعبة أكثر أنا أمضي الإجازة عادة بالنوم أو بقراءة الكتب في البيت دائما طيب إذن الإجابة هنا لدينا الفكرة الرئيسية من كلام المرأة واحد يجب أن تضع خطة عندما تذهب في رحلة و هذا المحتوى لم يتذكر في سؤال إذن الإجابة صحيحة هي رقم ثلاثة 정답 ثلاثة 23번 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요 회의 준비도 해야 하고 서류 정리도 해야 하고 회의는 모레니까 아직 시간이 있어요 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 이따가 준비해도 돼요 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거죠? 네, 맞아요 그러니까 우선 2일부터 해요 23번 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많아요 회의 준비도 해야 하고 서류 정리도 해야 하고 회의는 모레니까 아직 시간이 있어요 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 이따가 준비해도 돼요 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거지요? 네, 맞아요 كرونيكا 우선 2일 부터 해요 القواعد المذكورة في هذا السؤال القواعد نحن نعرفها من قبل مثل 아직 إيغا إتا بعد يعني يوجدو بعد يوجدو وقتun بعد 아직 شغانيسا요? يوجدو وقتun بعد إثنان دو ديو هي دو ديو مثلا يعني ممكن أن ممكن أن تفعل هذا الشيء بإمكانك أن ثلاثة يعني للتأكيد على شيء معين أليس كذلك وسنعطيكم مثال عليها بعد قليل كرونيكا لذلك هي مثال على يعني جملة سابقة يسبقها جملة وثم نقول كرونيكا ولذلك ويتبعها جملة أيضا سنعطيكم مثال بعد قليل الكلمات هي اجتماع تنبي تحضير صوريو مستندات أو أوراق تنني ترتيب موري بعد قد إتقى بعد قليل قنة دا ينهي منجو أولا تنطني ببطء كبهدا مستعجل أو مسرع همدل دا صعب وتواجد يساعد نقرأ الأمثلة ما غاميري دام جو قادي نيكا عزيك شغان يستا يوم آخر يوم لتسليم العمل أو آخر يوم هو الأسبوع القادم لذلك يوجد وقت بعد كوشيل تنظيف الفصل ممكن أن تقوم به غدا هاقون 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 أنت تدرس اللغة العربية في معهد أليس كذلك نعم هاقون هذا صحيح إذا قمت بتنظيف البيت حتى غدا هذا ممكن أليس كذلك أو من الممكن أن أقوم بتنظيف البيت حتى غدا أليس كذلك نعم لذلك أدرس أولا بالعودة للسؤال ما هو رأي المرأة الأساسي أو الرئيسي واحد إذا كان العمل صعب يجب أن تقوم به ببطء لم يذكر هذا المحتوى اثنان من الجيد أن تقوم بالعمل المستجل أولا ثلاثا سورو تواجميانسو يرهي هامندا يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض أو نساعد بعضنا البعض و نقوم بالعمل خطأ لأنه لم يذكر هذا الموضوع أربعة إذا كان العمل كثير من الجيد أن تقوم به وتستريح أثناء الإستراحة و لم يذكر هذا الموضوع أيضا إذا الإجابة الصحيحة هي رقم إثنان 정답 إثنان 24번 نتقل الآن 24번 القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا قاعدت أعرفها و درسناها كثيرا 그러면 إذن يعني 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 نستخدم هذه القاعدة عندما نريد أن نؤكد على الطرف الآخر مثلا كومبوهيت جانايو لقد درست أنا أعرف أنك درست للتأكيد أنا أعرف معلومة وهو يعرفها ولكن أريد أن أؤكد أخيرا لتحويل الفعل إلى اسم كومبوها ننجي الدراسة الكلمات المذكورة في هذا السؤال الكلمة الأولى تام النوم بيقونادا متعب ساتان حلوى كيبون مزاج هم طاقة تاجو غالبا أو كثيرا أو عادة وتريد يقلل نقرأ الأمثلة وندلس الأمثلة أجي نكي تاصب شكونا نمت متأخرا أمس لذلك أنا تعبان نيل هل يري ما نايو غدا عندي عمل كثير كروميون منذ قاسو شي شب شي إذن اذهب أولا واستريح عندما أقوم بالرجيم أو الحمية أصبح أريد أن أكل شيء حلو أو يعني يصبح جسمي يريد شيء حلو أكل قليل من الحلوى ليس سيء لا تدخن ليس جيد للصحة ليس كذلك هو يعرف وأنا أعرف أن تدخين سيء للجسم لذلك أنا أؤكد عليه ليس جيد ليس كذلك إذن بالعودة السؤال رقم 24 الرجل قال 어제 잠을 못 وقت 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 ليس لذلك أنا متعب المرأة قالت إذا أكلم أن أحب بشكل كشك كيف يشعر هذا الأخبار أنا أحب أن أعطيها مفتاحة هذا الأخبار إذا أعطيها الأخبار فإن لديك أحسن المزاج ويسه بحب أن يدع شكرا لكنني أحب بشكل كذلك لكنني أحب بشكل جيد تاريخ على الجسم الثاني لا تأكلها للهجوم لكنها ليست جيدة للصحة تأكلها ليست لأكل الكثير لكنها عندما تكون تعبان ولذلك لا مشكلة الآن نختار رأي المرأة الطعام الحلو ليس جيد للجسم وهي لم تذكر ذلك إثنان عندما تكون تعبان من الجيد أن تنام أو النوم جيد يجب أن تقلل تناول حلوة من أجل الصحة وهي لم تذكر ذلك عندما تكون متعب إذا أكلت طعاما حلوا فهذا جيد أو من الجيد تناول طعام حلو والجواب إذن هو رقم أربعة إذن 정답 أربعة ننتقل إلى رقم 46 من القراءة 46번 القواعد المذكرة في هذا السؤال هذا السؤال سهل لا يستطيع أن يفعل شيء معين ليس عنده مهارة إثنان والقواعد التالية اسم بلاس 처럼 أوني 처럼 أبا 처럼 مثلا سنسينام 처럼 مثلا تأغوشبتا أريد أن أصبح الكلمات نوري أغنيا 그런데 ولكن جنمال حقا 처럼 مثلا و كاسو مغني نقرة الأمثلة بالعودة للسؤال الفكر الرئيسية من الناس واحد 저는 가수가 되고 싶습니다 أريد أن أصبح مغنيا إثنان 저는 노래를 잘하고 싶습니다 أريد أن أغني جيدا ثلاثا 저는 친구의 노래를 듣고 싶습니다 أريد أن أسمع أغنيا صديقي وأربعة 저는 친구와 노래를 부르고 싶습니다 أريد أن أغني مع صديقي الناس 저는 노래를 못합니다 أنا لا أستطيع أن أغني 그런데 제 친구는 도레를 정말 ترم니다 صديقي يغني حقا بشكل جيد 저도 그 친구처럼 تغشيت أنا أيضا أريد أن أصبح مثل صديقي إذن بالعودة للخيارات أو للجمل الإجابة الصحيحة ستكون رقم 2 أنا أريد أن أصبح مثل صديقي أريد أن أغني جيدا إذن تنقضب 2 رقم 47 من الاستماع ساشب 7 오늘 옷가게에서 치마를 하나 샀습니다 치마의 디자인이 정말 멋있습니다 길이도 짧지 않아서 좋습니다 القواعد 지 أنتا نفي الفعل وذكرناه كثيرا مسبقا و إيغا يوهندا هذا شيء موضى و أي معمتل يعجبني أو لا يعجبني الكلمات كا게 محل 디자ين تصميم مشتة جميل كري طول تالت قصير يوهن موضى تنو هذا مهم ندرس الأمثلة معا 생긴 غصن 중요하지 آنا يوهن باومي 중요해요 الشكل ليس مهم القلب مهم يوجم ويلبين بريد ر مغن غصي يوهن 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 الأيام الخبز الصحي هو موضى اشتريت أمس كيس للموبايل لهاتفي وتعجبني بالعودة للسؤال ترجمة السؤال اليوم اشتريت من محل الملابس تنورة وتصميم التنورة جميل جدا جميل حقا طولها ليس قصير وجيدة وهي جيدة ولذلك هي جيدة ولنختار الآن الفكر الرئيسية من النص يوهن تنورة القصيرة هذه الأيام هي موضى خطأ اثنان سأذهب إلى محل التنانير هذا أو الملابس هذا لم يذكر هذا الموضوع وثلاثة سأذهب تنورة التي اشتريت اليوم وأربعة 치마 تنورة 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 ليس مهم لم يذكر هذا الموضوع أيضا الفكر الرئيسية هنا هي تعجبون التنورة التي اشتريت اليوم هذا الموضوع ثلاثة اثنان 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 سنجدا حصلا أو حدث وثلاثة الكم ندا سوف الكلمات المذكورة في السؤال مدرسة سأذهب الى البيت وأكل سأكل الطعام في البيت سأكل البيت بعد أن أذهب بالعودة للسؤال سنختار الفكرة الرئيسية هنا أريد أن أحصل أو أرد على اتصال صديقي ثلاثة أن أذهب الى مدرسة مع صديقي وأربعة أن ألتقي تصورة مع صديقي ونعود إلى ترجمة السؤال شاهدت صورة التخرج بعد مدة طويلة تخرج من المدرسة الثانوية سأتصل بصديقي هذا اليوم إذن الإجابة الصحيحة هنا حسب المعلومات المذكورة في السؤال اشتقت لصديقي 저는 친구가 보고 싶습니다 إشتقت لصديقي إذن الإجابة الصحيحة هي رقم واحد 정답 واحد نتقل الآن رقم واحد وخمسين من القراء 51번 레몬은 요리에 많이 사용됩니다 사람들은 레몬으로 차를 만들어서 마시기도 합니다 레몬은 하얀 옷을 사용할 수도 있습니다 레몬을 쓰면 옷이 더 하얗게 됩니다 레몬은 이렇게 우리 생활에서 다양하게 사용됩니다 سندرس هنا قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة سايون هدا وسايون تيدا وهي تطبق على معظم الأفعال بحيث نقول هدا سايون هدا يستخدم وسايون تيدا يستخدم يمكن أن نستخدمها في كثير من الأفعال عادة يجب أن تنتبه إلى مع هدا دائما إيقا هدا ومع تدا إل رل تدا دائما إذن مرة أخرى مع هدا نستخدم إيقا إيقا هدا وإل رل تدا ثانيا كيدو هدا وأيضا يعني وأيضا بلاس فعل وأيضا مثلا يستخدم سايون ها كيدو هدا ويستخدم أيضا دائما درسناها كثيرا بمعنى عندما وإن هو بعد وطو ها كيد هدا يعني يصبح أكثر هذا الشيء يصبح أكثر سنوضح لكم من خلال مثال الآن الكلمات ليمون ليمون سايون هدا يستخدم وحياك بشكل أبيض وطاين هدا متعدد 생활 حيا بلط يغسل و 이유 سبب 방법 طريقة ننتقل إلى الأمثلة بالنسبة للأمثلة 편지를 쓰기 위해 컴퓨터를 사용했다 استخدم كم퓨터 لكتابة رسالة إذن 한국에서는 포크 대신 숟가락 ي 사용 되었다 استخدم الملعقة بدل الشوكة في كوريا سكرة جي سايون تايوتا تايوتا إذن إي غا ثلاثة إل تيمون جيب دك كا جيد هدا تعودت أن أذهب إلى البيت متأخرا بسبب العمل كيدو هدا نستخدمها مع عمل تعودت أن أفعله مثلا الجملة التالية ذهبت إلى البيت بعد أن أنهيت الدراسة والجملة التالية إذا درست بجد تستطيع أن تتكلم بثقة أكثر بالعودة إلى السؤال وشيب البن أين في كيوك ماذا يجب أن نختار الجملة الأولى أو الكلمة الأولى بل يعني وتغسل إذن الجملة هي خطأ إثنان عندما تغسل الملابس البيضاء يمكن أن تستخدم الليمون ثلاثة بعد أن تغسل الليمون عفوا تغسل بعد أن تغسل الإجابة الصحيحة طبعا هي رقم إثنان نفسل الآن لكم النص عفوا قبل أن نفسر النص يجب أن نعطيكم إجابة السؤال 52 وشيب إيبان عن ماذا يتحدث هذا النص أولا لون الليمون وطعمه طبعا لا إثنان سبب أكل الليمون ثلاثة ماذا نستطيع أن نفعل باستخدام الليمون وأربعة بطريقة صنع الشاي من الليمون خطأ والإجابة صحيحة هي رقم ثلاثة ترجمة السؤال يستخدم الليمون في الطبق كثيرا كما يصنع عفوا منه الناس شاي ويشربونه ويمكن استخدام الليمون عند غسل الملابس البيضاء تصبح الملابس أكثر بياضا إذا استخدمت الليمون يستخدم الليمون كثيرا في حياتنا هذا إذن رقم 52 وخمسون وخمسون من القراءة الكوك من المخطط أن وثانيا ميون سا اسم بلاس بطاك ترمي دا الرجاء أن وآخيرا إريوغو أنوئن أو ننوئن الكلمات هنغسا حدث هنغوغو كيوغو معهد اللغة الكورية طاك كاكة الأرز الكورية تيكجوب مباشرة كيوك خطة تعمق برسوم الحضور شن التقديم و كوانشم اهتمام تعمق حضور بريو هذا يحتاج ننتقل الآن إلى الأمثلة تام داري هنغوغو مراقي تيوير كي هال كيوك ميدا ستفتتح أو ستنعقد الشهر القادم مسابقة الخطابة باللغة الكورية ما ننتمسك بطاك نتمنى منكم الكثير من الحضور ابتداء من غدا عطلة ولذلك أنوي أن أذهب في رحلة أو أسافر طيب إذن هذا بالنسبة للسؤال الآن ننتقل إلى ترجمة السؤال السلام عليكم أعزائي الطلاب ينوي معهد اللغة الكورية أن يقيم حدث صناعة كعكة الأرز بإمكانكم صناعة الأنواع الكثيرة لكعكة الأرز الكورية وتجربتها من المخطط أن يقام الحدث يوم ثلاثة من الشهر المقبل من الساعة الثانية حتى الرابعة مساء في الطابق الأول من معهدنا رسوم المشاركة هي عشرة آلاف ون وبإمكانكم التقديم للمشاركة حتى هذا الأسبوع نتمنى منكم حضورا كثيرا معهد اللغة الكورية إذن هذه هي الترجمة وبالعودة للسؤال رقم 63 يكشب سنبان سنختار الإجابة الصحيحة هنا واحد لماذا كتب هذا الإيميل أولا لحضور حدث صناعة الأرز الكورية أو كعكة الأرز ثانيا لتعريف الناس أو الطلاب بهذا الحدث ثلاثة لجمع النقود التي يحتاجونها لهذا الحدث بحثا عن شخص يساعدهم في هذا الحدث والإجابة الصحيحة طبعا هي رقم 2 ننتقل الآن إلى رقم 64 إختار الإجابة الصحيحة أو الجملة الصحيحة واحد إبان جوه طق من دلقي ري هم ندا هذا الأسبوع سيقام هذا الحدث حدث صناعة كعكة الأرز خطأ لأنه ليس هذا الأسبوع وإنما ذكر أنه في يوم ثلاثة القادم اثنان هنقو وكيو قون سامت شنجي سو هنقصار يقام هذا الحدث في الطابق الثالث خطأ في الطابق الأول ثلاثة سيقام هذا الحدث لمدة ساعة فقط وهذه الإجابة خطأ أيضا لأنه سيقام من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة يعني ساعتين وأخيرا إذا تريد أن تشارك تشارك أو تحضر هذا الحدث حدث صناعة كعكة الأرز يجب أن تدفع رسوم الحضور وهذه الإجابة صحيحة إذن الجواب هو رقم أربعة تونغ داب أربعة إذن هذا كل ما لدينا في محادرة اليوم من انتحان الطوبيك سأقدم لكم الآن ملخصا سريعا لما درسناه اليوم في هذه المحادرة أولا بالنسبة للاستماع فدرسنا اليوم كيف نختار الفكرة الرئيسية لرأي الرجل ورأي المرأة وثانيا كيف نستخدم مصطلح لن أذهب إلى أي مكان أموددو أنغايو وثالثا درسنا طريقة أو مصطلح من الجيد وبالنسبة للقراءة فدرسنا في القراءة اختيار الفكرة الرئيسية للنص مثل مثلا استخدام كلمات معينة مثل ترام مثلا و سايون هدا و سايون تدا يستخدم ويستخدم وثانيا درسنا طريقة النفي جي بوت هدا أو جي أن تا وأخيرا درسنا صيغة من المخطط أن الكيويك ننتقل الآن إلى كلمات القراءة الرئيسية لدينا كلمات تشنغو صديق ترام مثلا كاسو مغني و هنغوغو كيوغو معهد اللغة الكورية و أورين من مذ مدة طويلة خودون هكيو مدرسة ثانوية تصميم ديجاين جنيو هدا مهم هايان أبيض و هايكي أصبح أبيض تاين هدا متعدد كيويك خطة تنقى بي رسوم الحضور هدا يستخدم و سيونجدا يستخدم هذا كل شيء بالنسبة لنا في محادرة امتحان التوبيك أتمنى لكم كل التوفيق شكرا جزيلا و مع السلامة